يعني أكد يعني فادي يعني بس حاولي تكسري الكلام ده إزاي اللي هو أتكلم معهم بالعافية يعني أكيد دعيب نفسي بارته عليك أهلا بس حسن لجنبك مش عايزك أو مش واصق في وجودك أو في أدائك بالظبط بس بقيت يعني بسهل ممكن أكسره زي أقوله يعني أسأله أقوله يعني دي حاركة نعملها إزاي أبقى أنا عارفة بس أنا عايزة أتكلم معي تديره الإحساس أنه بالظبط يعني حاركت شايفني دي كده أو نعملها طب أنا أراها منين مزقب أنا عارفة بس عايزة أتكلم معي عشان نكسر الحاجز دي يعني ممكن أبقى معي شكلطاية تفضل كده يا حبرة بي دلوقتي لا يعني تفضل كده يعني ممكن دي تكسر الحاجز يعني أو يعني أي حاجة يعني على سبيل طيب وده خد وقت في ويحصل التأقلم ده فيه ناس يعني ابتدت هيه شوية وفيه ناس اللي هي واخدها المبدأ يعني طب هل المبدأ ده ليهم يعني فيه أسباب تدعم الكلام ده لأن البعض مثلا يقولك إيه إذا كانت الست وهي ماشي سيئة عربية في الشارع بنقعد نقول له وحصل حاجة غلط ده أكيد واحد الست اللي سيئة والست ما بيعرفوش يسوق عربيات يسوقوا بقى طيارات يعني تتغير إزاي الصورة الزهنية دي أو أن يبقى فيه ثقة في أداء السيدة والله بالالتزام مذاكرة وخبرة وجدية هي دي اللي تغير الصورة والله اللي لسه بقى عنده مشكلة دي بقى تبقى حاجة يعني وحور آه إنما يعني هي الواحد خط خط الالتزام وجدية لأن دي ما فيهاش مجال زي ما بيقولوا ما فيهاش مجال التهريك في المهنة دي يعني يعني اللي داخلها لازم يبقى ملتزم لازم يبقى فيه نوع من الجدية إحنا على طول في امتحانات يعني إحنا عندنا سيميليتورس كل ستة شهور وامتحانات وكرسات بتتعمل يعني ففيه نوع من أنواع الالتزام والجدية لكن خليني برضو مع الفكرة أنه آه ممكن يكون فيه مواقف صعبة بالتأكيد آه يقولك هي الست مثلا تركيبها يعني تركيبها النفسية أو أنها تقدر تتحمل الضغط أو أو مشكلة أصلها عاطفية أعطت لخبط مش عارفة إيه الحاجات دي كلها آه الكلام ده صحيح ويعني بتتحطي تحت ضغط نفسي أو يعني أكيد إحنا بشر يعني بشر يعني في الأخرى ستة بتعرفت سوق آه طبعا يعني إحنا بشر يعني أنا أقول لها حريك حاجة الدكتورة اللي وقفة بتعمل عملية مثلا وبتفتح بطن حد يعني مش دي أخطر يعني أنا دايما أوصف بس إحنا إحنا طب سوقت الطيارة أسهل ولا العربية والله في مصر أكيد الطيارة يعني أكيد لا هو حركة طبعا بتسوقي على الأرض طبعا بسوه بس ما بحبش والله آه يعني بتفضلي الطيارة مش كده يعني أنا يعني السترس العنيف اللي الواحد بيشوفه ما بحبش إن أنا حط على نفسي لود أزيد بإن أنا إن أنا أعمل استرس تاني على نفسي بإن أنا أسوق يعني آه فلا يعني عديتي بس حدة طبعا إن الواحد عاطفي في الطيارة طبعا الواحد بيقابل موقف يعني يعني معكي يركب عيان معكي ست يعني تعبانة معكي لا التعامل معها لازم هيبقى برضو منوع من العاطفة يعني نحنش يعني إنما الركاب يعني مثلا وحنا مسافرين بنشوف الكابتن مثلا على سلم الطيارة بيقابل الناس ابتسامة لطيفة وكلام ده مش الكابتن ده على فكرة ده ده مال ببقابين كابتن بيبقى عنده شغله جوه مش فاضي حتى وإحنا نزلين مال مين اللي بيقابل ممكن وحرك نزلة وإحنا نزلين آه وحرك نزلة ممكن آه